طيب مي محسن انا كنت بعمل في الكويت عبيات وبصمم لو نزلت مصر عملت نفس الستايل وكملت في مصر يمشي الموضوع لا لا لاني مترددة جدا بصي يا مي السوق بتاع مصر مختلف عن سوق السعودية تماما تمام فانتي اه هنا مرضو موجود عبيات وكل حاجة بس انهي شكل او انهي ستايل للعبيات يعني مثلا في السعودية بيلبسوا ليه العبيات السودة والطبقة مثلا اللي هي يعني كلاس اي مثلا بيلبسوها فيها تطريزات بكريستلز اللي هي شوارو فيسكي والحاجات اللي هي الجويلز هنا هتلاقي الموضوع مختلف هتلاقي هنا العبيات اللي هي يا اما أبريمي دي او سوري برضو دي بيبقى عليها تطريزات وبتبقى غالية بس ما بتبقاش سودة ممكن تبقى ملونة عيدي جدا وعليها تطريزات بقى مبهجة وبخمات زي الحرير والكريب شيفون والستانيت اللي هي الستراتش علشان بس تبقى سهلة في الفاتنج لكن الستايل لا مختلف السعودية العبيات هناك مختلفة تماما عن هنا لكن او هتشتغل يا عبيات لكن هيبقى الستايلينج بتاعها والديزاين ساعتها مختلفة فيه اماكن بتطبع اسكتشات علقو مش مش فاهمة يعني اسكتشات علقو هي فيه ورش طباعة بس انا مش فاهمة يعني اسكتشات بصراحة هو فيه ورش طباعة كتير اه اوكي بس الورش الطباعة مش اي اسكتش يعني بتبقي ملتزمة بألوان معينة او عدد ألوان معينة لونين مثلا لون واحد اوكي لكن لو هي ده لو هو تبقى ماش لكن لو هي ماستر بيس اه في كذا شكل ان هي تطبع لك اسكتشي لازم الاول هترسمه للكمبيوتر لازم اه هتاخد منك السكتشي وترسمه للكمبيوتر طبا بيبقى عندك التكلفة حاجتين مش حاجة واحدة تكلفة ان هو بيحول لك الرسمة لفكتر على كمبيوتر حسب ما انا فهمت سؤالك يعني تمام وتكلفة ان هو بيطبع لك على القماش اوكي ماشي يا صرافة همتيني ليندا محمد لو ممكن تنزللنا في بوست احسن مواقع نتابعها تخص خطوط الموضة والبوستات اللي انت بتنزليها معلوماتها رائعة بصراحة وطريقتك في كتابتها بسيطة وبروفيشنال جدا وفيها مجهود ومتابعة بحب بعملها شير دايما مرسي يا ليندا وانا شايف بشوف الشيرز بتاعتك وبشوف الاهتمام بتاع كل الناس اللي دايما بتعملي شير ودايما بتعملي كومانس حتى والله ساعات انا مش بلحق ارد على الكومانس او على الرسائل بس انا بقرأ يعني انا بقرأ الكومانس كلها ااا اوكي بالنسبة للمواقع في Vogue وفي L دي أصلا أعداد مجلات مجلات عالمية اللي هي Vogue و L فدول بينزلوا الكافراج بتاع الفاشن ويكس بينزلوا الكافراج بتاع الفاشن شو كل ديزاينر مستوحي من إيه واستخدم خامات عملة إزاي فطبعا كل الانسبريشنز وكل المعلومات اللي عندي بتبقى من قرية الكافراج يعني اللي هو تغطية التغطية الإعلامية لكل فاشن شو تمام؟ كمان بتنزل الفاشن ترانز اتجاهات الموضة لكن هل أنا معتمدة على المواقع دي بس؟ لا طبعا دايما عشان توسعي من معلوماتك وتوسعي من الإكسبرينس بتاعتك ما تعتمديش على مصدر واحد بس لازم كل شوية تعملي سيرج وتغيري في الكيووردس بتاعتك عشان تطلع لك ريزلتس أكتر لكن هما دول أكتر موقعين أنا شايفة أن هما فعلا بيعملوا تغطية كويس جدا جدا لو أنت بتكلمي على خطوط الموضة الديزاينر العراقي الجميل زياد أهلا بيك طبعا منورني منور الفيديو تمام يا سارة طيب مي ياريت لو تتكلمي عن اللي حابب يبتدي مشروع في مصر وإيه مصانع أقدر أتعامل معيها حاجات تخص التكلفة والخطوات نبتدي منين لإني بقالي فترة غايبة عن مصر ومش عارف أي حاجة بصي أول حاجة يا مي وأي حد أي حد عايز يبتدي براند أو عايز يبتدي مشروع لازم يحدد الأول هو عايز يعمل إيه تمام؟ الكاتجوري اللي أنت هتشتغلي فيه هيبقى إيه دي أول حاجة اللي هو كاجول صوري حريمي رجالي أطفالي تمام؟ لازم تحددي الفئة أو المرحلة السنية أو الفئة العمرية اللي أنت هتترجتيها ليه؟ لأن لما بتخطبي ناس كبار دي يعني طريقة الدعاية بتاعتك وشكل الديزاينز بتاعتك هتبقى مختلفة تماماً عن لو أنت بتخطبي ناس أصغر في السن أوكي؟ طيب ثالث حاجة أنت عايزة تخطبي أنهي كلاس يعني هتخطبي كلاس إيه ولا بي ولا سي ولا هتخطبي مين؟ تمام؟ لو أنت هتخطبي كلاس إيه هو ده اللي بيحدد لك البرايسنج شوية بيعرفك الماتيريز اللي أنت هتشتغلي بيها لازم تكوني درسة سلوك المستهلك ده تكوني درسة سلوك الشريحة دي بيحبوا إيه؟ ما بيحبوش إيه؟ استخداماتهم في يعني أكتر حاجة إيه؟ تمام؟ ده بالنسبة لأول حاجة لازم تعمليها أنك تحددي أنت أصلاً عايزة تعملي إيه؟ بلاس يا جماعة حاجة مهمة جداً 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 في ناس كتيرة أنا عايزة أشتغل في الفاشن فهنزل أشتغل فيه دقاً أنت لازم تشوفي إيه الحاجة اللي السوق مفتقدها يعني إيه الحاجة اللي مسموح لك أنك تنزلي فيه؟ زي ما إحنا عارفين درقتي كمية الفاشن ديزاينرز وكمية البرندات اللي بتظهر ملهاش حصر هل ده معناه أن أنت ما تشتغلش في الفاشن؟ لا طبعاً بالعكس ده معناه أن السوق ده بيقابل الزيادة تمام؟ لكن إيه الجديد اللي أنت هتقدميه؟ ما هو كله بيطلعوا بيقول فاشن ديزاينر؟ لكن مين بيكمل؟ مين بيكمل؟ اللي بيكمل اللي فعلاً عنده مشكلة أو شايف مشكلة في السوق وعايز يحلها تمام؟ زي مثلاً مثلاً ما فيش لبس للمحجبات أو ما فيش لبس للي هما الكاجول الحريمي أو اللبس العملي أو اللبس الفورمال مشكلة أنت شايفة مشكلة أو فجوة جاب موجودة في السوق فأنت هتبدأي باللاين بتاعك أن أنت تحلي أو تغطي الفجوة دي عايز تعملي ستايل جديد أنت ممكن يكون عندك قدر من الكرياتيبتي أنك هتعملي داي وير تمام؟ بس بستايل جديد بشكل جديد خط مثلاً عربي خط أفريكان خط أوروبي أياً كان المهم أن أنت إيه الميزة التنفسية اللي أنت هايبقى عندك دي من الحاجات اللي لازم تحدديها هل أنت هتعتمدي على الستايل بتاعك مختلف هل أنت هتعتمدي عن الماتيري اللي بساعتك مش موجودة عند حد تاني هل أنت هتعتمدي على الباترنز أو رسومات الفابريك باينتينج يعني إيه الميزة التنفسية البرايسينج مثلاً بس أنا أنا شايفة إن قصة إن إحنا نلعب بالبرايس دي أو طبعاً هي لازم هي أساسية بتدرس المنافسين بتوعك والناس اللي شغالة في نفس الكاتيجوري بتاعتك بتنزل البرايس بتاعها عمل إزاي وتبدأ يتحددي إنتي إيه البرايس اللي هتنزلي به لكن مش هي اللي تعتمدي عليها مش البرايسينج اللي تعتمدي عليه لأن في البرودكت يعني ما تيجي تلبسي حاجة أنت جايبها ببرايس قليل وبازت معيك من تاني يوم أو كشت في الغسيل ما تكده كده مش هتشتري من البراند ده تاني تمام فهي مش البرايسينج هو اللي بيحدد أو مش هو ده اللي بتعتمدي عليه في الميزة التنافسية بتاعتك لازم تكوني بتقدمي حاجة يونيك حاجة فعلاً تخدم الفئة أو الشريحة اللي أنتي محدديها من المستهلكين اشتركوا في القناة